السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أخواتي وكل المتتبعين والمتتبعات الوفيات للقناة هاجار بغض غير بغلاج وجديد الترحيب بكم في القناة وبجميل أعضاء الأصدقاء الجدد اللي نضموا لنا مرحبا بكم مع أيام جديد في قناتكم قناة لك تهتم تعليم ترزر باطبريات تنبات بالإضافة لأعمال يدوية متنوية مرحبا بكل منك يشاهد القناة سواء داخل المغرب أو لخارج المغرب نتمنى إن شاء الله أن القناة تنل إعجابكم ويروق استحسانكم لمحتوى المطرح نتمنى أيضا أن يكون ديفا خفيفة على قلوبكم وفي مستوى تطلعاتكم أصدقائي أخواتي الفيديو دينا دي اليوم غنكملوا فيه تطبيق القفطان أو الرشمة اللي بديناها من أقبل مع بعض كنسبق لنا وخدمنا العقيق سنيدا خدمنا أيضا موزو نقشر الحود زوم الرد بالإضافة للعقدة الفرنسية بتقنية الخطفاء اليوم إن شاء الله هذين طبقوا مع بعض لبريد أو لطرز الدويدات بالسقلي الصم هذين نشوفوا أيضا كيفاش نخدموا عريش بالموزونا والعقيق في نفس الوقت ما نطورش إليكم بزاف ونبدأوا الخدمة دينا لكن قبل ما نبدأ أصدقائي أخواتي لكم تشاهدوا القناة لأول مرة فما ترددوش أنكم تضغطوا على زل الاشتراك الموجود أسفل الفيديو باللون الأحمر اشتراك سبسكرايب أبوني وأيضا فعلوا الجرس بش يوصلكم إشعار بكل جديد كان سبق لنا وخدمنا مع بعض في فيديو السابق العقدة الفرنسية بتقنية الخطفاء عمرنا الوسط ديالها بالعقيق الساندة خدمنا أيضا الوريقات بالموزونا وبالإضافة للعقيق مع هالرس اليوم إن شاء الله هذين خدموا هذا الأريش هذا هذين طبقوه باليبريد أو لطرز ديال الدويدات هذين خدموه بسقلي الصم إذن كيف كتشاهدوه فأنا كانحتاج خيط ديال سقلي الصم اللي برمتو الاربع ديال الشعرات من دوبلين وأيضا إبريد ديال الطرز رقم 5 إذن أنا ثبت الخيط ديالي كيف ما كتلاحظو في الوسط ديال الرشماء كان سبق لي وريتكم أخوات الطريقة ديال التثبيت وغادي نبدو الخدمة ديالنا إذن خرج الخيط ديالي في الراس ديال العريش غادي نولي ندخل إبريد في الخط الثاني ديال الرشماء ونخرجها في نفس البلاسة اللي خرج فيها الخيط من قبل إذن بهذه الطريقة كيف ما كتلاحظو أخوات غادي نحاول أنا ننهز لإبرة بصبع ديالي والخيط غادي نسحبوه بليد ليسرية ونقلوه إلى الإبرة القياس اللي أنا محتاجة ممكن أنكم تحسبوه أنا محسبش فقط كنشوف القياس اللي عندي ديال ديال دك الغرزة اللي غان ديال والقياس ديال اللويات فوق الإبرة واشكافي أو لال إذن بهذه الطريقة غادي نجر الإبرة ديالي ونقل نهبط هدوك اللويات ديال الخيط بصبعي بغير بشوية إذن بحال هكا غادي نحاول أنا نمقى متبتا الخيط ما بين سبعاني بجوج أو لدك اللويات ديال اللي بريد ما بين سبعاني بجوج نسحب الخيط وعد نجر إذن بهذه الطريقة أخوات كنكون حصلت على البريد أو لطرز الدويدات ونبعد كيسميه البوكلاج إذن كيف ما كتلاحظوا هدا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي واللويات كيجي هنا باينين خاصنا فقط مقاوم تبتين صبعنا على الإبرة من زيان إذن غادي نعود معاكم أخوات غادي نقول لي ندخل الإبرة ديالي من جديد إذن غادي نقول لي ندخلها المرة التانية باش نكون بحال حلقة نخرجها في نفس البلاسة اللي خرج فيها من قبل لكن ما نخرجش الإبرة في مرة نخليها تابتة للتوب إذن كيف كتلاحظوا كان بركب الإبهم ديالي على طرف التالي للإبرة وبسببه كان طلع الراس ديال الإبرة باش نبدأ اللوي إذن بهات الطريقة كنشوف عدد اللويات واش كافيني كيف قلت لكم ممكن تعتمدوا على الحساب تحسبوا عشرات اللويات أو لحداش على حسب المسافة اللي عندكم ديالك اللي بريد فين غايت تحط إذن كان بقى قبطة بصبعاني بجوج بالإبهام وبسبابة وكان حاول نهبط هدوك اللويات أو لهذاك الخيط من الليبرة غير بشوية سنجر الإبرة ديالي ونبقى دائما بتبطى الخيط في وسط السبابة والإبهام إذن بهذا الطريقة ومن بعد كنسحب الخيط ديالي كيف ما كتلاحظوا رأني مزيرة اللي إبهام عاد كنسحب نتمنى أخوات أن الشرح يكون واضحون فيهم أيضا كان وعدكم أن أنا قد ندير لكم درس مفصل إلى الإبريد كيفاش نخدموه بالحرير كيفاش نخدموه في العريش وأيضا كيفاش نخدمو به الوردة إذن أصدقاء أنا غا نستمر بنفس الطريقة وبنفس الكيفية اللي وريتكم دائما كنتبت الإبرة ديالي كنحاول نهز الرأس ديالها شوية بالسبابة وعاد كنبدأ اللوي الخيط إذن بهذا الطريقة غا نقبط ذلك الخيط اللي أندي ملوي إلى الإبرة بالسبابة والإبهام نحاول أنني نهبطه غير بشوية وعاد كنسحب الخيط ديالي إذن بهذا الطريقة أخوات أنا غا نكمل البريد اللي عندي غا نحاول أنني نخدم هذا الأريش كامل بنفس الطريقة ومن بعد نرجع إليكم إذن أخواتي كيف ما كنتلاحظوا فأنا مستمر في الخدمة ديال البريد أو لطرز الدويدات كنحاول دائما أنني نخلي هدوك البوكلاج أو هدوك اللويات اللي خدمت على الإبرة يبقى ملويين باينين ما يطلقوش لي ويقول أندي بحالة غير خيط واحد كيف كتلاحظوا يلاشتهم كيتحلوا شوية فكنحاول أنني نجرب يدي ونولي اللويهم شوية وعادي كنتبت الغرزة ديالي مزيلا كيف ما كتلاحظوا غادي نعود معاكم نتمنى أخوات أن هاد الدرس يكون فهم كيف قوت لكم غادي نخصص لكم إن شاء الله درس خاص غير بلي بريد نشوفوا كيفاش نخدمه ديموتيف بهاد الطرز هاد إذن كنحاول أنني دائما نخلي دوك اللويات على الإبرة يبقى مزييرة مزيلا وإلاش تشون بدوك يتحلوا لي فكنحاول أنني نجرب شوية بسبعي ونقاددهم إذن كنحط سبعي وكنزيير مزيلا أنا غاستمر أخوات بنفس الطريقة حتى غادي نكمل الخدمة من بعد غادي نرجعوا باش نكملوا بقية تطبيق مع بعض وكيف كان قول لكم دائما أي تساؤل أي استفسار أو لا أي ملاحظة فما ترددوش أنكم تخليوا لي تعليقاتكم وغادي نقرأهم وأنا جد سائدة أيضا غادي نجاوبكم بشكل مفصل أو لا غادي نحاول أنني نجاوب على التساؤل ديالكم بالتطبيق في الفيديو إذن أخوات غاستمر هكا حتى نكمل ومن بعد نرجعوا نكملوا بقية التطبيق مع بعض إن شاء الله إذن أخواتي كيف ما كتلاحظوا فأنا تقريبا قربت نكمل ريش ديالي بلي بغيت فتقريبا هادي آخر حبة غادي نخدمها من بعد غادي نزيد كإضافة زوم الرود كاري غادي نزيد أيضا حجارات في الألوان بالنسبة لكم ممكن أنكم تكتفيوا فقط بهذا الشكل النهائي كيف ما كتلاحظوه وممكن أيضا أنكم تضيفوا حجارات أولا حسب الرغبة ديالكم إذن أصدقائي أخواتي كيف ما كتلاحظوه هذا هو الشكل النهائي ديالي عريش ديالي بريد اللي خدمنا مع بعض أولا الدويدات أنا كإضافة زوم الرود مكأبات زيت أيضا حجارات في أحجام وألوان مختلفة كيبقى هذا اختيار لكم ممكن تضيفوا اللي بغيتوه ممكن تضيفوا زوم الرود حجارات لحسب الرغبة ديالكم ولحسب اللي متوفر إن شاء الله دا بغديندوزو ونخدموا مع بعض عريش آخر بتقنية أخرى إذن أخواتي إن شاء الله غدينطبقوا مع بعض هاد العريش هذا كيف ما أسبقه قد لكم غدينستعمل فيه العقيق سانيدة بالإضافة للمزونة في البداية غدي نتبت الإبرة ديالي أو للخيطة ديالي بالنسبة للخيط اللي كان نخدم بها التنبات فهو دائما كان نضيف له إلى جوج الشعرس وأيضا كان نحتاج إبرة ديال التنبات رقم 12 غدي نستعمل العقيق سانيدة أو للعقيق مهرس الرقيق بالإضافة للمزونة بالنسبة للمزونة غدي ناخد ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق نتمنى أن الصورة تكون واضحة لكم والشرح أيضا يكون فيهم إذن ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق مع حبة ديال المزونة في نفس الوقت يعني ما غديش نخدم المزونة ببحدها والعقيق ببحده كنخدمهم في نفس الوقت إذن غدي نبدأ على بركتي الله كيف ما كتلاحظوا أول صف ديال العقيق غدي نعود معاكم غدي ناخد دائما ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق مع حبة وحدة ديال المزونة وغدي نخدم العريش ديالي على الشكل اللي كان نخدم به الورقة يعني غدي نخدم النصف الأول حتى النهاية ومن بعد كان نرجع ونخدم النصف الثاني أو للطرف الثاني حاولوا فقط أخوات أن الضربات ديالكم يكونوا متقاربين ما تبعدوش ما بين صفوفة ديال العقيق باش هكا المزونة جيكم متراكبة يعني جيكم وحدة على وحدة إذن ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق حبة وحدة ديال المزونة وكان ولي نضرب الإبارة ديالي ملاصقة مع المزونة اللي قبل منه كونوا متأكدين أخوات أن هاد الشكل هاد ديال الخدمة كي يعطي منظر زوين بزاف والتقنية دياله سهلة لمصعي باش إذن كيف قلت لكم غدي نخدم النصف الأول أو للطرف الأول ونرجع نخدم النصف الثاني بحل الشكل اللي كان نخدم به الورقة غدي نخلي واحد المسافة خوية في الوسط اللي غدي نأمرها من بعد بالزوم الرد دائما ثلاثة ديال الحبات ديال العقيق حبة وحدة ديال المزونة والإبارة ديالي كان ضربها ملاصقة في المزونة اللي قبل دائما نتبع فقط الخط ديال الرشمال اللي كان نخدمه فيه كل ما خدمنا الطرف الأول بوحده وعاد الطرف الثاني الخدمة كتجين نمتقونه ومفينيه مزيان لكن لا بقينا كنخدمه مثلا ضربه في الطرف الأول وغرزة في الطرف الثاني فالخدمة ما كتجينش مقادة بوحد الشكل المتقون إذن أخوات أنا غدي نستمر بالخدمة ديالي حتى غدي نكمل الطرف الأول كامل من بعد غدي نرجع ونخدم معكم الطرف الثاني ونعمره بزوم الرد مع بعض إذن أخوات كيف مما كتلاحظو معايا من بعد ما كملت الخدمة ديال الطرف الأول حتى النهاية رجعت كان خدم في الطرف الثاني كيف قد يكون من قبل بنفس التقنية أو بنفس الطريقة اللي كان خدموا بها الوريقة يعني كان خدم الطرف الأول عاد كان خدم طرف الثاني نحاول فقط أن الغرزات ديالي أو للضربات ديالي يكونوا متقاربين باش هكا ما نخليش نهائيا فرغم بين الصف والصف ديال العقيق وفي نفس الوقت هدوك الحبات ديال الموزنة كيجيوني متراكبي كنظن أن الشكل راه واضح لكم أيضا كنتمنى أن الشرح يكون مفهوم وواضح أي تساؤل أي استفسار خليوا لي تعليقاتكم إذن أنا غدي نكمل العرش ديالي حتى النهاية من بعد غدي نرجع وغلي نخدمه مع بعض الزوم الرد بنفس الطريقة اللي خدمناها في الفيديو السابق إذن أصدقائي أخواتي كيف ممكن تلاحظوا بعدما كملت الخدمة ديال العقيق مهرسوا رموزونا في الطرف الثاني غدي ندوزوا دابة ونخدمه مع بعض الزوم الرد أنا غدي نستعمل الزوم الرد على شكل حبة ديال القمح إذن غدي نحاول ألي نعمر الوسط ديال العريش بنفس الطريقة اللي خدمناها مع بعض في الفيديو السابق جوج حبات ديال الزوم الرد غدي نضرب الإبرة ديالي في التوب ونرجعها في المنتصف يعني ما بين الحبة اللولة والحبة الثانية ديال العقيق غدي ندخل الإبرة ديالي في العقيقة الثانية ونثبتها مزيان باش هكا نضمن أن العقيق ديالي ما يبقاش يتحرك من بعد إذن غنعود معاكم جوج حبات ديال الزوم الرد غدي نرجع الإبرة ديالي في التوب ونرجعها في المنتصف ما بين العقيقة اللولة والعقيقة الثانية غدي نولي ندخل الإبرة ديالي في العقيقة الثانية نزير الخط ديالي مزيان باش هكا العقاق كيتبت كنظن اخوات ان الطريقة راها سهلة ويمكن هادي هي اسهل تقية في الخدمة ديال التنبات نتمنى ان الشرح يكون واضحة انا غنستمر بنفس الطريقة احتاجي نكمل التعمار ديال الوسط ديال العريش ديالي كامل نتمنى انكم تكونوا استفتوا معي من الفيديو ديال اليوم ويكون نال اعجابكم الى اجبكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وايضا خليوا لي تعليقاتكم ويلا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة فما تترضوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم الاشعار بكل ما هو جديد مازال ما سليناشى الرشمة ديالنا مازال غنينطلقوا ان شاء الله في الفيديو الموقع بقينا جزء اخير غنينطبقوا فيه ورقة كبيرة بالتنبات ايضا غنستعملوا فيها العقيق والموزونة ومن بعد غنينكون لنا فيديو خاص مع استعراض الشكل النهائي للقفطان شوفوا الرشمة كاملة كيفية جزء وايضا غادي نعطيكم الرشمة بالنسبة الاخوات اللي بغاوا يطبقوها الى المنتقى ان شاء الله في الفيديو المقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة